إن سرور النفس بما يصيب أخاك من المصائب في الدين والدنيا هي الشماتة المنهي عنها وهي خلق ذميم يدل على خلو القلب من المودة والعطف وامتلائه بالكراهية والحقد والأصل أن المسلم يتألم لألم إخوانه ويحزن لحزنهم فلا تكون الشماتة بالمسلم إلا عن عداوة وحسد ولؤم وكلها أخلاق مذمومة ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بالله من الشماتة فقال تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء قال الشوكاني استعاذ صلى الله عليه وسلم من شماتة الأعداء وأمر بالاستعاذة منها لعظم موقعها وشدة تأثيرها في الأنفس البشرية ونفور طباع العباد عنها وقد يتسبب عن ذلك تعاظم العداوة المفضية إلى استحلال ما حرمه الله سبحانه وتعالى فعلى المسلم اجتناب كل سبب يؤدي إلى الوقوع في الشماتة ومن هذه الأسباب التعلق الزائد بالمصالح الدنيوية وإيثارها على ما تستلزمه حقوق الأخوة حب الذات والأنانية وبخص حقوق الآخرين الحقد والحسد والكراهية وللشماتة آثار سلبية سيئة منها أن الشماتة والتعيير بالذنب أعظم من ارتكاب الذنب قال ابن القيم رحمه الله إن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمنادات عليها بالبراءة من الذنب أن للشماتة تأثيرا سلبيا على الفرد والمجتمع فهي تربي الحقد والحسد والعداوة أنها تؤدي إلى قساوة القلب وانتزاع الرحمة منه أنها سبب لصخط الله تعالى وصخط الناس والشامت قد تنعكس المصيبة عليه فيبتلى من جنس مبتلي به من شمت فيه قال إبراهيم النخعي رحمه الله إني لأرى الشيء أكرهه فما يمنعني أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلى بمثله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر